يقول بأنه يعني بادي في الاشتغال بحفظ القرآن يقول في رمضان أيهما أفضل يعني اكمال الحفظ ولا الاكثار من الختمات مجاهد بارك الله فيك و يسر الله أمرك و تمم الله لك الحفظ يا رب و هذا أفضل مشروع حقيقة يقوم به المسلم أن يعني يتصدى لكتاب الله حفظا و يعني اتقانا و هذه نعمة من نعم الله فإذا أنت تقول بأنك مواضب على الحفظ و حريص و ماشي و ترى بأن الله عز وجل يسر لك الحفظ و كذا استمر في الحفظ حتى لو في رمضان نعمة و خير تكرار الآيات و تثبيت الحفظ هذه من نعم الله تقول لا أنا حفظي بطيء مثلا و أحيانا و أحيانا و لست مواضب على الحفظ يوميا مثلا اختم يكون أفضل لأن شهر رمضان هو شهر القرآن و شهر أيام معدودات فيمر سريع و لذلك الله عز وجل يضاعف و يعظم فيه الحسنات فاحرص على الختمة و اجعل وقت للحفظ أو المراجعة يعني ممكن تقرأ في النهار الختمة و في الليل تراجع حفظك و تثبت الحفظ بارك الله فيك